مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله اليكم لأحوال الجوية المتوقعة في البداية ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ابتداء من يوم غد الأحد وبتكون الانخفاض واضح يوم الاثنين والثلاثة وحتى الاربعاء بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية نلاحظ أن المملكة غدا سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لكن العظمى بحدود 23-24 الصغرى بحدود 13-14 أجواء تقريبا لطيفة صحوة في النهار لكنها تميل إلى البرودة باردة نسبيا ليلا لكن في فترة الظهر وما بعد الظهر تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وأيضا هناك فرصة ضعيفة لسقوط بعض زخات من المطر متفرقة في أماكن محدودة ولفترة محدودة لكن بشكل عام الأجواء صحوة وأيضا لطيفة من حيث درجات الحرارة أما الرياح غدا فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة كون أن المملكة اعتبار يوم غدا تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا قادمة عبر تركيا وشرق البحر الأبيض باتجاه المملكة هذه الكتلة ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى وبالتالي راح نشعر بالارتفاع نسبة الرطوبة في الجو أيضا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو سيكون خاصة هذه الليلة والليالي القادمة نسبة الرطوبة مرتفعة وبالتالي يتشكل الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية درجات الحرارة المتوقعة طبعا يوم الاثنين في انخفاض آخر على درجات الحرارة والثلاثاء وأيضا يومي الاثنين والثلاثاء هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الراد أحيانا وتستمر هذه الوضعية حتى يوم الأربعة معدلات درجات الحرارة المتوقعة زي ما حكينا عمام بتكون العظمة بمعدل 23 العظمة والصغرى بحدود 13 الأغوار بتكون بحدود 29 30 والصغرى بحدود ما بين 18 إلى 20 العقبة أيضا بتكون بحدود 30 درجة والصغرى بحدود 20 درجة مناطق البادية الشرقية بحدود تقريبا 28 والصغرى بحدود 15 درجة مئوية مناطق البادية الشرقية بتكون بحدود 28 والصغرى بحدود 13 درجة مئوية المرتفعات الشمالية بحدود 24-25 والصغرى بحدود 14 درجة مئوية اذا اجواء غدا لطيفة بالنهار تميل الى البرودة ليلا فرصة ضعيفة لبعض الامطار لفترة محدودة لكن الاثنين توالي درجات الحرارة انقفاضها وفرصة الامطار يومي الاثنين والثلاثاء والاربعاء باذن الله رايح تكون افضل مشاهدينا شكرا لمتابعتكم والى اللقاء شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الاردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري